موسيقى السلام عليكم حبيباتي اتمنى ان تكونوا بخير و الاخير ان شاء الله يا رب اليوم سنقوم بتحرية الارض في الفرن ولا مهلبية الارض في الفرن تأتي عن جد اكثر من رائع انا سنقوم بتحرية كمية قليلة انا سنقوم بتحرية كمية قرية يوجد 100 قرم من الارض هذا المركب ماشي بس ماتي المركب انا نعلم الباكية بالنسبة الاخوات اللي كينين في المانيا هو هذا 100 شغائص ستكون المركب كما قلت لكم عندي هنا 100 قرم 250 مل من الماء و سنضعه حتى يتبخر الماء سنقوم بتحرية الماء هذا الماء الذي ترادل سنقوم بتحرية الماء 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 500 مليلتر أو نصف لتر من الحليب ملعقة و نصف كبيرة من الناشا اي المايزينة هنا 200 مليلتر من القشدة الطرية السائلة 100 جرام من السكر وسكر الفانيلا بالنسبة للقشدة الطرية إذا لم تريد لم تريدها ولكن تدجيب كريمية جيدة أما إذا لم تريدها تدجيب كريمية لن تدجيب كريمية لن تدجيب كريمية جدا هناك نشا سنأخذ من 0 لتر الحليب سنأخذ قليلا لكي ندجيب كريمية و هنا سنأخذ السكر السكر سكر الفانيلا و نحرك جيدا ثم نضيف القشدة الطرية و نحركه نزيج رطبة الماء نزيد صلح الحليب و كريمية السائلة سنحركها ليسちょっと بعد أن نرى الحليب عندما نرى الحليب أخرج تضيف نقص و ننشا و مع التحريك المستمر ان شاء الله سوف نزيد الناشا ونخلطه بالحليب سوف يبقى مع التحريك المستمر حتى نرى الخالد اتقال ونحيده من فوق البوطة ترى القوامه تغير وتقال اتقال كثير من الفرن يمكن ان يكون ساخن ودافئ او بارد سوف نكبه في حمام ماريان سوف نكب الماء الساخن ولكن اتنسى سوف احمل الماء سوف نقبć الماء الساخن وسوف نضع ماء في الفرن ويريبين عملت understanding الرج opportunity من الفوق سوف يخرجوه و سوف يخرجوه مرحبا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي محل بيت الأرز في الفرن ممكن تاكله سخون بارد دافيل أتمنى يعجبكم الفيديو هذا سوف ندقه معكم انتم اشفوا كيف اشتيج القوام دياله كريمي أغزالة لبنات بسم الله تبارك لله اغزال اتمنى تزربوه و تردو علي الخبار في حالة ما بغيتو تضربوه في الفرن كما قلت لكم القوام سيكون اتقل من اللي و ريتكم و تضربوه في الفتلاجة لكم كامل حرية اتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم يكون خفيف في طريف على قلوبكم تلقوا في فيديو تاني بإذن الله تعالى بسلامة اشتركوا في القناة